بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله تمرين في مادة أرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة افتدائي نفتح كتاب دفتر الأنشطة صفحة 48 إذا لدينا التمرين الأول أكمل ما يلي 43 في 5 سنقوم بحساب الآن فيما يخص التمرين الأول سنتبع طريقة حمزة التي تعرفنا عليها في الدرس 43 في 5 ماذا سنفعل؟ كأول خطوة نقوم بتفكيك العدد الأول 43 نقوم بتفكيك العدد الأول 43 إلى وحدات وعشرات لدينا العشرات رقم العشرات 4 يعني العشرات كم لدينا 40 الوحدات زائد ثلاثة جيد الآن ماذا سنفعل؟ نكتب هنا ثلاثة ونكتب هنا خمسة ثلاثة و أربعون في خمسة ما معنى هذا؟ لاحظوا معي ثلاثة وأربعون في خمسة يعني هي 5 5 في 40 زائد 5 في 3 زائد 5 في 3 نحسب كبداية 5 في 40 ونحسب أيضا 5 في 3 لدينا 5 في 3 كم يساوي 5 زائد 5 زائد 5 ويساوي 15 5 في 40 ماذا يساوي؟ ما تعلمنا في السنة الثانية ابتدائي لدينا 5 في 40 إذا وجدنا عملية هكذا وكان رقم الوحدات سفر نضرب أولا رقم العشرات هنا 4 في 5 4 في 5 يعني 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 ويساوي 20 لدينا رقم الوحدات سفر نكتب سفر هكذا ببساطة هنا لدينا 5 في 40 وهي 200 بعد ذلك ماذا سنفعل؟ نجمع 15 زائد 200 كم يساوي؟ 5 زائد 0 ويساوي 5 1 زائد 0 ويساوي 1 وهنا لدينا 2 إذن أقول هنا 3 واربعون في 5 وجدناه كم؟ 215 إذن لدينا الآن 652 في 4 نقوم كبداية أول خطوة بتفكيك العدد الأول 652 لدينا 600 قلنا وإثنان وخمسون نقوم بتفكيكه يساوي 600 زائد 50 زائد 2 لدينا الآن أربعة في 600 وإثنان وخمسون ماذا يساوي؟ يساوي أربعة لاحظوا معي أربعة في 600 هذا فيما يخص طريقة حمسة زائد أربعة زائد أربعة في خمسون زائد ماذا؟ زائد أربعة في إثنان زائد أربعة في إثنان الآن نحسب هنا ماذا أضع أولا؟ نضع هنا لدينا هنا 600 لاحظوا معي قمنا بكتابة 600 ثم هنا أضع خمسون وأضع هنا إثنان نحسب أربعة في إثنان كم يساوي؟ يعني أربعة زائد أربعة ويساوي ثمانية جيد لدينا أربعة في خمسون ماذا يساوي؟ أربعة في خمسون هنا ماذا سنفعل؟ لدينا رقم الوحدات السفر نضرب رقم العشرات هنا خمسة في أربعة خمسة في أربعة يعني خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة ويساوي عشرون ثم أكتب سفر هكذا هنا لدينا 600 في 4 بنفس الطريقة لدينا رقم الوحدات سفر رقم العشرات سفر نكتب سفر سفر 6 في 4 كم يساوي؟ 6 في 4 يعني 6 زائد 6 12 زائد 6 18 زائد 6 24 بعد ذلك نجمع 8 زائد 200 زائد 2400 إذن ويساوي كم؟ هنا نعم ويساوي هنا لدينا ثمانية سفر ستة اثنان إذن 6052 وخمسون في 4 يساوي 2600 وثمانية نعم وثمانية هذا فيما يخص التمرين الأول لدينا التمرين الثاني أنجز العمليات الآتية هنا ستة وثلاثون في سبعة في هذه الحالة سنتبع طريقة أمين طريقة أمين كما قلنا سهلة وبسيطة شدا لدينا أولا أقول سبعة في ستة سبعة في ستة كم يساوي؟ أضع أمام التلميذ جدول أبضرب جدول أبضرب ينظر هكذا سيحفظ جدول أبضرب بالتدريب والممارسة إما يبدأ بالتكرار سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة وهكذا ست مرات أو هنا يكون حافظ النتيجة مباشرة يكتب سبعة في ستة ويساوي اثنان وأربعون أكتب هنا اثنان جيد أربعة اثنان وأربعون أربعة أكتب وهنا ثم سبعة في ثلاثة سبعة في ثلاثة يعني سبعة زائد سبعة زائد سبعة ويساوي واحد وعشرون أضيف لها أربعة واحد وعشرون زائد أربعة ويساوي خمسة وعشرون لدينا ثلاثة وثمانون في ستة أولا ستة في ثلاثة ويساوي ثمانية عشر نكتب الرقم الأول فقط ونحتفظ بالرقم الثاني هنا واحد ثم لدينا ستة في ثمانية ستة في ثمانية أو أقول ثمانية في ستة ويساوي ثمانية وأربعون ستة في ثمانية ثمانية وأربعون أضيف لها واحد تصبح ماذا تسعة وأربعون لدينا ثلاثمائة وعشر في تسعة أولا ثلاثة تسعة في سفر تسعة في سفر ويساوي سفر أي عدد أضربه في سفر يصبح سفر الآن نواصل تسعة في واحد كم يساوي تسعة في واحد ويساوي تسعة ثم لدينا تسعة في ثلاثة تسعة في ثلاثة يعني تسعة زائد تسعة ثمانية عشر زائد تسعة ويساوي سبعة وعشرون ويساوي سبعة وعشرون لدينا الآن ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان واربعون في خمسة نحسب هكذا أقوى الخمسة نعم خمسة في اثنان يعني خمسة زائد خمسة ويساوي عشرة نكتب سفر هنا وأحتفظ بالواحد في الأعلى ثم ماذا سنفعل خمسة في أربعة خمسة في أربعة يساوي عشرون عشرون أضيف لها واحد عشرون زائد واحد ويساوي واحد وعشرون نكتب واحد هنا وأضع اثنان هنا نحتفظ باثنان بعد ذلك لدينا خمسة في سبعة خمسة في سبعة أو أقول سبعة في خمسة يعني سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة ويساوي خمسة وثلاثون أضيف لها اثنان خمسة وثلاثون زائد اثنان خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون نكتب سبعة هنا وأحتفظ بثلاثة هنا جيد خمسة في تمانية خمسة في تمانية ويساوي كم أربعون أربعون زائد ثلاثة ويساوي ثلاثة وأربعون إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا الآن الجزء الأخير إذن الآن لدينا وضعية إدماجية حليم وسليم رياضياني طعف حليم خمس مرات حول ملعب حيهما حيث طول دورة الملعب مئة وستون متر أما سليم فقام بأربع دورات حول ملعب طول دورة واحدة منه مئتان متر أحسب المسافة التي قطعها كل منهما أي هما قطع مسافة أطول إذن لدينا سليم وحليم في الملعب هنا سليم قام هنا طعف حول الملعب كم من دورة خمس مرات طول الدورة هنا طول الدورة لدينا مئة وستون أحسنتم إذن نحاول أن نترجم ما جاء في الوضعية لدينا حليم طعف كم من مرة طعف خمس مرات طعف خمس مرات حول الملعب طول دورة الملعب الدورة الأولى مئة وستون طول الدورة الأولى قلنا مئة وستون الدورة الثانية مئة وستون الثالثة مئة وستون الرابعة مئة وستون الخامسة مئة وستون يعني يجري هكذا 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 مئة وستون الدورة الثانية مئة وستون وهكذا هنا مئة وستون تكررت معي نعم إذن عندما قلنا نجد هنا تكرار أضع عملية ضرب مئة وستون في خمسة قال لنا أحسب المسافة التي قطعها كل من حليم وسليم إذن أضع عملية ضرب مئة وستون في خمسة نبحث عن المسافة التي قطعها سليم قطعها نعم سليم سليم قام بكم من دورة؟ بأربع دورات بأربع دورات طول كل دورة قال لنا مئتان الدورة الأولى مئتان متر الدورة الثانية مئتان الثالثة مئتان الرابعة مئتان هنا مئتان تكررت نعم إذن نكتب مئتان في أربعة الآن نبحث عن طول المسافة التي قطعها حليم وسليم لإيجاد طول المسافة يجب أن نجد النتيجة مئة وستون في خمسة كم يساوي لإيجاد النتيجة يجب علينا أن نضع عملية العملية هنا الضرب عموديا أحسنتم إذن لدينا مئة وستون في ماذا؟ في خمسة نضع هكذا علامة فيه نبدأ بالحساب لدينا خمسة في سفر خمسة في سفر ويساوي السفر أي عدد أضربه في سفر يبقى سفر يصبح سفر ثم لدينا خمسة في ستة يعني خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة أو ستة في خمسة ويساوي كم؟ ويساوي ثلاثون نكتب الرقم الأول هنا فقط سفر نحتفظ بثلاثة في الأعلى ثم لدينا خمسة في واحد خمسة في واحد خمسة أضيف لها ثلاثة خمسة زائد ثلاثة ويساوي كم؟ ويساوي ثمانية إذن المسافة التي قطعها حليم نكتب المسافة التي قطعها حليم وجدنا كم؟ ثمانمائة متر الآن نجد المسافة أو نبحث عن المسافة التي قطعها من؟ سن نضع أيضا العملية عموديا ونبدأ بالحساب لدينا مئتان في أربعة هكذا يجب أن نضع الأعداد جيدا أحسنتم الآن لدينا أربعة في سفر أربعة في سفر يساوي سفر لدينا أربعة في سفر ويساوي سفر أربعة في إثنان أربعة سائد أربعة ويساوي كم؟ ويساوي ثمانية وجدنا كم؟ وجدنا ثمانمائة إذن لدينا سليم لدينا سليم قطع مسافة كم؟ مسافة ثمانمائة متر أحسنتم لدينا الآن السؤال الموالي أيهما قطع مسافة أطول؟ إذن لدينا هنا ثمانمائة متر وسليم أيضا ثمانمائة متر نلاحظ أن حليم وسليم قطع نفس المسافة قال لنا أيهما قطع مسافة أطول؟ مسافة أطول هنا لدينا نفس المسافة ثمانمائة متر ثمانمائة متر إذن هذا فيما يخص حصة اليوم قمنا بحل تمارين دفتر الأنشطة صفحة ثمانية وأربعون دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر